أنا بقى لي 37 سنة معتازلة اعتزلت قبل ما أخلي في عمر أنا كنت جايب أنا ليمان ومحمود كنتش جبت لسه عمر ولا عبد الله عمر عند الوقت 35 سنة فأنا أقدمت لكم عمر الوقت ما شوء الله اللي في خلي في المترين خلي في المترين يقوم في النيل بس ربنا عايز ياخده شهيد الله يصبره والله الله يصبره والله الله يصبره والله على ق خلي في المترين أولو تعلق من حسن يوسف على سبب غرق ابنه الحقيقية شاهد بيان عاجل من أسرتي حسن يوسف لتفسير سبب غرق ابنه في البحر السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب على ميد جول 14 برو ماكس وساحب على ميد ألف جنيه مصري كل الشروط تتفارق على 30 فيديو سبقين على قناة كورا شراب وتكتب تنفي التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة أول وطالق من حسن يوسف على سبب غرق ابنه في البحر خرجت ناريمان حسن يوسف عن صمتها بعد أيام من وفاة شقيقة الأصغر عبدالله غرقا في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالية ونشرت ابنة حسن يوسف فقرة من إحدى مؤلفات الكاتب الإرلندية جون إفدين وصور لشقيقة عبدالله في صغره وعلقتنا ريمان حسن يوسف على الصور عبر انستجرام قائلتنا بينما كنت أنام لتعبر عن لحظة استقبالها لخبر وفاة شقيقها في منتصف الليل يوم الثلاثين من يولو الماضي وصدم حسن يوسف الحاضرين في جنازة ابن حيث قال ابني كان بيدخل سبعات سباحة في النيل وفي الآخر غرق في مترين وحرصت الفنانة لبلبة على موسى نادة زوجها السابق الفنانة حسن يوسف بعدما فقد ابنه عبدالله الذي توفي غرقا في الساحر الشمالية وحرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير حضور جنازة عبدالله حسن يوسف نجل الفنانة حسن يوسف والسيدة شمس البارودي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد شاهد بيان عاجل من أسرة حسن يوسف لتفسير سبب غرق ابنه في البحر حرصت الفنانة شمس البارودي على الدعا لنجلها عبدالله حسن يوسف ويعتبر ذلك في أول تعليق منها بعد وفاة نجلها الذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثين من يوليو الماضي وكتبت شمس البارودي عبر خاصة الستوري بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة روح قلبي مهجة روحي في حضني أرحم الراحمين أسأله أن يكرمه ويسعده ويفرح قلبه بكل ما حرم منه من در الابتلاء أسأله سبحانه أن يسكنه على جينا الخلد مع الصديقين والشهداء الصالحين وأضافته وأن يزوجه من الحر العين فأنت أعلم يا الله أنه يستحقها الطيب الحنون لكريم الزاهد صاحب البصير الثاقبة من طفولته وكأنه سبحانه كان يعده لهذا اللقاء ما هي الحقيقة؟ ما هو سبب وفاة عبد الله بن حسن يوسف؟ وجه المنتج محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف رسالة شكر للفنان شرفزكي نقب المهن التمثيلية بعدما ساعد عائلته في محنتهما الأخيرة وهي وفاة عبد الله ناجل شقيقه حسن يوسف وكتب المنتج محمد يوسف منشورا عبر حسابي على فيسبوك شهادة حق في حق الدكتور أشرفزكي نقب الممثلين أصحبة بشكر واجب متأخر بعض الشياء تعرفت على أشرفزكي كممثل في بعض الأعمال التي عملنا فيها معنا قبل أن يكون نقبا للممثلين ولما كنا عرف قدره حينما كان يجب ثم عرفت قدره كما يجب في موقفين مع عصرتي بعدما أصبح نقبا للممثلين والحقيقة أنه أبهرني بأدايه وإخلاصه وتفانيه في يد مهمته التطوعية فهو بحق نموذج مشارف لكل من يتصدى للعمل العام التطوعي ويستحق منصبه بجدارة هل تم قتل ابن حسن يوسف في البحر أم لا أثارت شماتة المهر أتيه هذا ما تسبب في وفاته وأوضح لو طبانا نجل حسن يوسف وصل إلى مستشفى العالمين وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة ولذلك وفقا لما ظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته بالفعل منذ ساعات ورزق حسن يوسف أربعة أولادهم نريمان ومحمود عمر وعبدالله من زوجة شمس بارودي وكشف الفنان حسن يوسف تفاصيل واصران عن وفاة الفنان سعاد حسن قال لنا سعاد حسن مأتولة وليست منتحيرة وقال حسن يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلام سيد علي في برنامج حضرة المواطن المذاع لقناة الحدث اليوم من يلقي بنفسه من بلاكون يكون حوله دماء لكن سعاد حسني لم يكن حولها نقطة دماء واحدة وأضاف حسن يوسف سعاد حسني لم يكن حولها أي نقطة دم وهذا يعني أنها قتلت نفسها أو هناك من قتلها قبل إلقائها من الشباك بعد وفاته غرقا معلومات عن عبدالله حسن يوسف توفي عبدالله حسن يوسف ابن الفنان حسن يوسف والفنان المعتزل شمس البرودي أمس إثر تعرض للغرق في قرية بدر بالساحل الشمالية وأن أستعرض لكم في هذا الفيديو معلومات عن عبدالله حسن يوسف يعد عبدالله حسن يوسف أصغر أبناء الفنان حسن يوسف والفنان الشمس البرودي لدى عبدالله حسن يوسف ثلاثة شقاهم عمر حسن يوسف محمود حسن يوسف نريمان حسن يوسف وكان عبدالله حسن يوسف بعيدا عن الأضواو والوسط الفنية كما أنه لم يظهر إعلاميا وكذلك الأمر بالنسبة لشقيقه محمود حسن وشقيقته نريمان فيما يعد عمر حسن يوسف الوحيد الذي صار على نهج والديه بعكس شقيقه نريمان ومحمود حيث التحق بالمجهل الفني ودخل عالم التمثيل وشارك في مجموعة من الأعمال ويبلغ عبدالله حسن يوسف من العمر 35 عام إذ أنه من موليد 1988 درس عبدالله حسن يوسف الطيران في أوكرانيا كما أنه حاصر على بكالوريس إعلام من جماعة بيروت وحرص المنتج محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف على نعي عبدالله أصغر أبناء شقيقه إذ كتب عبر حسابه على فيسبوك لحول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا ليه رجعون توفي أمس عبدالله حسن يوسف أصغر أبناء شقيق الأكبر تغمضه الله بواسع رحمته نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة أولو تعليق من عاد الإمام بعد وفاة نجل الفنان حسن يوسف وابن شمس البارودي بحسب ما تم تداوله حتى الآن فقد جاءت وفاة عبدالله حسن يوسف إرثرى تعرض للغرق في البحر وأكد لطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه أنه قد فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى كما أكدت التقارير الطبية من مستشفى العالمين أن الراحل ابن حسن يوسف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المهر أتيه هذا ما تسبب في وفاته والآن عزيزي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات ما هو سبب وفاة نجل الفنان حسن يوسف لا تنسوا أن تشاركون بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي